الله معكم أحبائي آخر تطورات الحرب بين روسيا وأوكرانيا حتى مساء الثامن والعشرين من يونيو أتمنى من حضرتكم متابعة الفيديو حتى النهاية كذلك أتمنى من حضرتكم مشاركة الفيديو عند الانتهاء من مشاهدته طبعا سنبدأ بما قاله زيلنسكي أنه يعد خطة شاملة لإنهاء الحرب طبعا ما المقصود بذلك كيف ينوي زيلنسكي إنهاءها هذه أسئلة مفتوحة خاصة أن المعركة قائمة الحرب قائمة القوات الروسية على لسان بوتن لم تحقق حتى اللحظة أهدافها المتمثلة بالسيطرة على المناطق الأربعة الأقاليم الأربعة التي تعانت روسيا ضمعا لسيطرتها نحن نتحدث عن مناطق دانياتسك لوانسك زابوروروجي وطبعا خيرسون هذه المناطق التي تبقت لتسيطر عليها القوات الروسية وبالتالي لم تنتهي العملية العسكرية بالنسبة للقوات الروسية فكيف سينهي زيلنسكي والقوات الأوكرانية تنتظر مزيدا من الطائرات مزيدا من الدعم مزيدا من الأسلحة مزيدا من الذخائر طبعا تنتظر مزيدا من الطائرات المقصود تنتظر طائرات F-16 ويمكن تقديمه من طائرات غير تلك الميك التي تم تقديمها سابقا طبعا كيف سيتم إنهاء الحرب والروس والأوكران لا يجلسون على طاولة مفاوضات واحدة هذه أسئلة تبقى مفتوحة ولكن يجيب عنها الميدان الميدان وحده والمعارك في هذا الميدان هي من تحدد من القوي من المسيطر من الذي يستنزف من الذي سيتنازل ومن الذي سيفرض شورته في هذه الحرب وبما يتم القبول به وبما يتم رفضه أحبائي القوات الروسية بعد استهدافها المتكررة لمحطة بورشتين للطاقة أعرض قوات الأوكرانية أنه من المستحيل إعادتها إلى الخدمة تم تدميره وبالتالي المنطقة التي تتغذى من هذه المحطة ستكون خارج التغذية نتيجة الضربات المتكررة ويمكن قول إخراج عن الخدمة نهائيا لذلك سيكون شتاء قارسا بالنسبة للمنطقة هنا أما فيما يتعلق ببقية الضربات الروسية فكان هناك ضربة روسية على أحد المقرات في خارج كيف ننتظر تأكيدا للمعلومات كانت ينضم قيادين كبار في الجيش الأوكراني يمكن قول أن المقر اجتماع قيادة حصل به للقيادة الأوكرانية في هذا الاتجاه يقال أن هناك أيضا عناصر من النيتو ولكن لم يتم تأكيد هذه المعلومات وبالتالي ننتظر مزيدا من التفاصيل إضافة إلى ذلك هناك ضربات قوية استخدمت خلالها الكوات الروسية أحدث طائراتها باتجاه دانيبرو بيتروفاسك أيضا ننتظر نتيجة هذه الضربات إضافة إلى كل ذلك على الجبهات في الخطوط الأمامية استطاعت الوحدات الروسية التقدم في اتجاه شمال بخمت في اتجاه سيفيرسك استطاعت قوات الروسية التقدم في اتجاه فيينكا في هذه المنطقة بعمق تقريب نحو 600 متر بعرض 425 مترا وطبعا كان هذا التقدم على طول هذه المنطقة باللون الزهري كما تلاحظون إضافة إلى ذلك حتى اليوم أنت القوات الروسية أنها سيطرت بشكل كامل على روزدوريفكا فيما تتواصل العامات العسكرية في اتجاه سبيرني وفيرخو كاميانسكي وبيلوريفكا ولكن على مقربة من التقدم الروسي كانت القوات الأوكرانية أيضا تحرز تقدم في اتجاه غابات كريمينا استطاعت الوحدات الأوكرانية الاختراك في منطقة الغابات هنا طبعا هذا التقدم للقوات الأوكرانية كان بعمق 365 مترا بعرض 450 مترا سيطرت القوات الأوكرانية على هذه المنطقة باللون الأزرق إضافة إلى ذلك أعود وأكرر منطقة غابات كريمينا لمن لا يعلم كيف هي الطبيعة هناك هي فعلا معارك خيالية معارك صعبة معارك يمكن قول تتفاجأ بالجميع نتيجة كتافة الغابات ورغم الضرر البيئي الذي لحق بهذه الغابات نتيجة القصف من كلا الطرفين إلا أنه ما زال هناك كم هائل من الغابات وطبعا هي تطبع منطقة لوانسك ولذلك سيطرت القوات الروسية على مقاطعة أوكليم نوانسك يعني يعتمد على السيطرة على هذه المنطقة وأجزاء في المناطق الشمالية طبعا القوات الأوكرانية حشدت في الفترة الماضية مجموعة تشكيلات أوكرانية وقامت بشن هجمات في اتجاه تورني وسعت سيطرتها في هذه المنطقة وأيضا تعود اليوم لتشن هجمات في هذه المنطقة وأكرر وأعيد وأذكر حضرتكم لواء الثاني عشر من أزوف الذي تم رفع حضر التوريد الأسلحة عنه من قبل البيت الأبيض متواجد في هذه المنطقة فلكم أن تتخيلوا الدعم الذي وصل إلى هذا اللواء للقيام بعمليات في هذا الاتجاه طبعا القوات الأوكرانية تشعر أن المنطقة هنا بحاجة لزيادة الضغط على القوات الروسية كي لا تقترب القوات الروسية وكي ترسل القوات من شمال بخموت باتجاه المنطقة هنا كي لا تتقدم نحو سيفيرسك فلاحظوا الفترة لاحظوا التقدم الروسي في الأوان الأخيرة في الشهر الماضي وهذا الشهر في هذه المنطقة وكامل هذه المنطقة المعارك صعبة المعارك ليست سهلة إطلاقا في هذه الاتجاهات أما في اتجاه شازيفيار فكان هناك ضربات أيضا للقوات الروسية على هذه المنطقة هنا على معدات الحرب الإلكترونية وطبعا حيث يتم إطلاق المسيرات الأوكرانية من هذا الموقع باتجاه موقع القوات الروسية كانت تقوم القوات الروسية بقصفه أما فيما يتعلق بالاشتباكات في الخطوط الأمامية ما زالت مستمرة خط إمداد القوات الأوكرانية يأتي من هذه المنطقة عبر هذا الاتجاه رغم تدمير المعبر هنا إلا أنه ما زال لديهم معبر عبر هذه المنطقة تأتي للضحية الشرقية باتجاه شازيليال بالتالي تحاول وحدات روسية دوما استهدافها ولكن في الفترة الأخيرة توقفت القوات الروسية عن الاستهداف لربما قال البعض أنه نتيجة نقص بالطائرات بدون طيار نعم هنا ستتفاجعون روسيا التي تصنع عددا خيالية من الطائرات بدون طيار أحيانا بعض الفرق يتم جمع التبرعات لها وإرسال المسيرات لها من قبل المواطنين والداعمين للجيش الروسي أما فيما يتعلق أحبائي بموضوع طبعا قطاع أفديفكا ومحوريدانياتسك سنبدأ مباشرة باتجاه كراسنوريفكا هناك معارك كبيرة في تجاه الجزء الشرقي من كراسنوريفكا القوات الروسية دخلت منطقة المستشفى في هذا الاتجاه أصبحت منطقة رمادية اشتباكات مستمرة داخل الأبنية الصاهقة لهذه المستشفى بين الوحدات الروسية والوحدات الأوكرانية ننتظر من الذي سيفوز في هذه المنطقة السيطرة عليها طبعا تعتبر هم الأمر الإضاف في الآخر تواردت معلومات عن انسحاب للقوات الأوكرانية من كامل هذه المنطقة والتراجع إلى الخلف تراجع إلى الأحياء السكنية في شمال غربي المدينة ننتظر مزيدا من التأكدات والتفاصيل حول هذه المعلومات ولكن ما هو معكد اشتباكات قوية وكبيرة في منطقة المستشفى أما فيما يتعلق باتجاه أفديفكا فهناك معارك كبيرة باتجاه سوكيل عند هذه التحصينات عند هذه المنطقة الرمادية كذلك محاولات مستمرة لاقتحام ما تبقى من سوكيل في الأجزاء الغربية والدخول إلى هذه الكرة في هذه المنطقة أما لمن يسأل عن تواردت أحبائي تستمر المواجهات بين القوات الروسية والقوات الأوكرانية على كامل الانتداد من جنوب بخمت وصنع إلى شمال أفديفكا ولكن لا تغييرات في خريطة السيطرة أيضا لمن يسأل باتجاه كوستانتينيفكا غاربينوف ومخيليفكا المواجهات مستمرة ولكن أيضا لا تغييرات في خريطة السيطرة أما فيما يتعلق باتجاه يروزين في بعد التقدم الصباحي الذي أحرزته القوات الروسية وسيطرت خلاله على هذه المنطقة تستمر المواجهات تستمر الاشتباكات هناك مسعى من القوات الروسية لإحراز مزيد من التقدم لعلهم يحاولون السيطرة على مزيد من المساحة في هذه المنطقة وتالي ننتظر ما الذي ستقول إليه الأمور أحبائي فيما يتعلق بالمسيرات الأوكرانية هناك استهداف متواصل من قبل القوات الأوكرانية للمناطق الروسية بالمسيرات إضافة إلى كل ذلك أحبائي فيما يتعلق بموضوع الإجراءات وغيرها أعلن بوتين في اجتماع مجلس الأمن الروسي عن ضرورة البدء في إنتاج أنظمة الضربات النووية متوسطة المدى ردا على الإجراءات الأمريكية أيضا نضيف إلى كل ذلك ما الذي يحصل وما الذي يتم التخطيط له في البحر الأسود من قبل طيران الأمريكي الذي قلت لكم صباحا أن وزارة الدفاع الروسية أوصت هيئة الأركان العامة باتخاذ الإجراءات المناسبة للرد على هذه الاستبتازات الأمريكية وبالتالي تحليق طائرات الأمريكية والطائرات التابعة للنتوى الاستطلاعية في البحر الأسود هل سنشهد معركة في هذه المنطقة نعم أم لا أرجاء حضرتكم كتابة إراءكم في التعليقات تابعوا القناة دوما لا تنسوا مشاركة الفيديو وشكر خاص لوقتكم الثمين لمحبتكم ولثقاتكم وإلى اللقاء بفيديو آخر